أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل لما نسأل المسلم على أي آية يقولك نشوف المفسرين حيقولوا إيه أصلنا لست بعالم أنا أصلنا لست ومش عارفة إيه طيب مش محترامي لكل مسلم طبعاً لازم يروح للمفسرين المفسرين يمسكوا الآيات بعض المفسرين يعودوا يمسكوا الآية دي معنى إيه؟ معنى إيه دي؟ أخوكم مزنوء معنى إيه؟ أخوكم مزنوء يا جدعان فيقوم آي لأي تفسير فيقوم آي لأي تفسير النهار دا الحلقة بتاعتنا طريفة ولذيذة وخفيفة اسمها غرائب من أقوال المفسرين أهلاً بك يا أخي مالك أهلاً بك أطفال فرحاء أنت شوقتيني للحلقة أكثر الله يخليك يا أخي مالك تفضل خلينا نخش في الموضوع ونبدأ بأول طرفة في الحقيقة ليس بالضرورة قيام بعض المفسرين أو مفسرين باستنباط تفسير غريبة أو يعني مدعاة أحياناً للابتسامة أن العاجز ربما أو ولكن ربما هم أنفسهم مصدقون ما يقولون ربما ليس عزا بقدر ما أحياناً بساطة العقل الذي يقف وراء إنتاج هذا التفسير النموذج الأول نحن لدينا في سورة البقرة الآية 59 تعلافها الآية 69 تقول آية قالوا أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال أنه يقول أنها بقرة صفراء فعندما كالعادة أرجعنا لأهل التفسير فقالوا أن يختلف تفسير إيه؟ نعم هذا تفسير الطبري هذا تفسير الطبري على الآية البقرة 69 فقالوا أني بعض أصحاب التفسير قالوا أني صفراء تعني سوداء شديدة السواد حتى صفراء تعني سوداء شديدة السواد ده موجودة في التفسير الطبري هذا الكلام موجود في تفسير الطبري فعلاً على الآية 69 من سورة البقرة يعني صفراء يعني سوداء شديدة السواد نعم وأنا بسأل إخواتي المسلمين بزمتكم الأصفر يبقى أسود إزاي وشديد السواد يبقى إمتى هو أنا في الحقيقة ما عندي طبعاً صعب الدخول في نقاش السبب اللغوي ولكن إذا كان يقصد بها البقرة التي تكلمها فيها الرب موسي كانت بقرة حمراء بكل الأحوال وليست صفراء أو سوداء ماشي أنا مليش دعم أنا تطلع حمراء تطلع كروهات أنا سؤالي دلوقتي أخي مالك إزاي صفراء تبقى سوداء معنى كلمة صفراء يعني سوداء شديدة السواد دي أنا بطرحها لإخواتي المسلمين اللي بيشوفوا تفسير اللي متسلمين نفسهم للمفسرين ودي في التبري واحد من المفسرين قال صفراء سوداء يعني سوداء شديدة السواد صحيح طيب ممكن حضرتك تقولي على مثلتين نعم في نموذج ثاني لدينا في خصوص صورة الكهف الآية 79 ماذا نقرأ هنا أيضا في تفسير آخر أيضا كلام التكرر صفراء فاقع لونها قالوا قالوا قال سوداء شديدة السواد فلدينا في صورة الكهف الآية 79 في عبارة بالقرآن وَكَانَ وَرَائِهُمْ مَلِكٌ ماذا يقولون وَكَانَ وَرَائِهِمْ مَلِكٌ قَالَ قُدَادَ أَمَامَهُمْ وَرَائُهُمْ يعني أمامهم ألا ترى أنه يقول من ورائهم جهنم وهي بَيْنَا دِيُمْ بمعنى أمامهم وفيما كان آخر حدثنا فلان فلان كان في بعض القراءة إن في عنا قراءة تقول وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخَذُ كُلُسَفِينَ غَصُبٌ طيب السؤال بما أن لدينا قراءة تقول بشكل مباشر وكان أمامهم بالظبط ما اتخذش لي بما أن القصد كما أعتقدون المفسرون أن ورائهم هي أمامهم أليس من الأجدر والأولى أن يتبنوا هذه القراءة التي تقول صراحة وبشكل اللبسة فيه وكان أمامهم ماليكم هذا بديل أخت فرحة أن يمكن يكون النص اللي كان فيه ورائهم كانت أمامهم كانت بالأصل أمامهم أو ربما أو ربما اكتشفوا أني غير منطقية فأجا شخص أحد القراءة اللوما جمعت أمامهم ودخل القراءة وكان أمامهم وهمدوا هذه القراءة على الجنب ولكن يبدوا هذه القراءة أصلا باطلة لاحقا وهذه القراءة الأصلية كان فيه غلط ما لسبب ما نحن لا نعلم ما هو السبب لأنه كيف يمكن أن شخص يكون المعنى أمامهم وهي ورائهم أو ورائهم وهي أمامهم نحن هذا الشهاد أيضا موجود في تفسير الطبري هذا الكلام وارد في تفسير الطبري ماذا يقول؟ وقد ذكر عن فلان عن فلان عن ابن عباس لحظي عن ابن عباس إنه قرأ ذلك وكان أمامهم حتى لدينا قراءة منسوبة لابن عباس تقول وكان أمامهم دي فيها إشكاليتين نعم الإشكالية الأولينية لما بيقول وكان ورائهم ملك فبيرد قتد ورائهم يعني أمامهم بصوا يا جماعة ورائهم ملك إزاي يبقى أمامهم دي نمرة واحد فرد بقى فالأخ ملك جاب لكم هو في التفسير نفسه ابن عباس بيقول إنه كان يقرأ وكان أمامهم ملك يعني في كلمة متحرفة من الآخر بغض النظر نعم لكن إحنا مش موضوع النهاردة التحريف لكن الموضوع النهاردة إزاي المفسر ياخد بمزاجه كده ويقول ورائهم يعني أمامهم نعم لا سمعني يوجد لدينا قراءتين ونسوبة لنا أشخاص مختلفين حدوهم أبن عباس حبر الأمين بالمناسبة حتى نكون كما أن في عنا حالة مشابهة في صورة مريم الآية خمسة تقول وأني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا يقول المفسرون أني خفت من الموالي من ورائي من ورائي نعم هاي الكلام في صورة مريم الآية خمسة يقول المفسرون أني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي يقول من بعد أن يرسوني لحظي من بعد أن يرسوني وقيل من ورائي من قدامي فيه أنا تفسير يقول أني خفت من ورائي من قدامي من بين يدي ورائي يمكن كانت زمن ورائي هي قدامي ممكن يكون مفسرون قالوا ورائي بمعنى الذين يأتون من بعدي ولكن مفسرون قالوا لا خفت الموالي من ورائي أي من أمامي أشخاص الموجودين أمامه هكذا قالوا بعض أهل التفسير يعني بمعنى أحيانا يحتر المفسر أن ورائي هل يقصد بها الكلام عن الذين يأتون بعده وبعد وفاتي أمن ورائي الذين حاضرون معه الآن فالاختلاف في تحليل الآية من ورائي يعني ده يتكلم عن مراس نعم ولكن هكذا يقول فإذا اللي جايين هو حيموت يبقى ناس من وراء زي من قدامي ولكن هكذا موجود في تفسير الطبري عن الآية خلاص أنا مليش دعوا بالكلام هل ورائي هي قدامي هل ورائي هي قدامي نعم ده ببساطة اسألوا نفسك لو ورائي هي قدامي خلاص بقى نعمل إيه طيب تدينا مسأل ثالث المسأل الثالث عندنا الآية الشهيرة في صورة مريم قالت إني عاوز بالرحمن منك إن كنت تقيا هاي وارد في صورة مريم الآية رقم 18 جزء كبير من المفسرين وإلى اليوم يقولون إن كنت تقيا أي بمعنى إن كنت شخص اسمك تقي وقالوا أني تقيا كان فيه شخص فاجر اسمه تقي اسمه تقي والطريب في الموضوع أني فيه مجموعة من الرواد أخذوا هذا المبدأ دعنا نرى فيديو قصير بيحكي نفس الكلام فيديو نفس الكلام بيحكي يا شيخ لماذا قالت مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مع أننا نتعوذ بالله من الشيطان لا هنا شوف مريم عليها السلام لما رأته رأت جبري قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني أنا ألجأ إلى الله أذكرك بالله إذا أنت تقي وتخشى الله هذه مسألة واضح المسألة الثانية قال أهل العلم رحمه الله كان رجل اسمه تقي كان رجل لم يدع أحدا من شره فقالت له مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت أنت الرجل الذي اسمه تقيا واضح هذا قول آخر وبعض العلم قالت يعني إذا أنت تقي إني أعوذ بالرحمن منك يعني بمعنى ألجأ إلى الله عز وجل إذا كنت تقي لا تحتاج فاتق الله فينا واضح والله تعالى أعلم طيب فإذن مفسر حديث أو بمعنى شيخ حديث يقول أني لدينا رأيين أما الشخص التقي هو صفة الشخص وأما يكون الذي كان اسمه تقيا هو الشخص كان معروف الشرير يعني عكسين طبعا هذا الكلام غير منطقي ولكن لحظة تخبط المفسرين أحيانا غير قادرين على استكناه معنى الآية بيخبطوا أنا معلش سامحني في الكلمة أنا عارفة أنك أنت كيوت مع المسلمين خالص لكن أنا بقولك المفسرين بيخبطوا بيلطاشوا لما مرة يقولك تقيا اللي هو فيه رجل فاجر اسمه تقي ومرة بتستعيز بتقوله لو سمحت يعني أنت تقل لاي وانت إنسان تقي شوف العكس تفضل كمي نعم عنا المثال الرابع في صورة النور آية 61 في عنا آية تقول في النور 61 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا المفسرين قالوا كيف يعني أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا قالوا لا أني يجوز للشخص أن يأكل مع الناس أو يأكلوا وحدي يعني بمعنى الآية أحلت للشخص أن يأكل هو لوحدي بدون أضياب وقالوا أن السبب النزول أني كان في ناس كثيرين من العرب من حب وكرمهم كانوا يرفضون أن يأكلوا بدون أن يأكل لديهم ضيوف فكانوا أحيانا نجلسون الأيام والأيام ينتظرون الشخص ضيف ما يأكل شيء يعني لغاية لم يحد يجيجي فجأت هذه الآية وتقول ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا دعونا نقرأ ما يكتبه القرطبي على فسير هذه الآية السامن قالوا ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا قيل أنها نزلت في بني ليث بني بكر وهم حي من بني كنانا كان رجل منهم لا يأكل وحدا ويمكثوا أياما جائعا حتى يجد من يوكلهم يا حرام نعم يعني هنا هو الآية بتقول إيه ليس عليكم جناحا ليس أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا هم فسروها الوحدة ليه لا يوجد أي أساس لأن الآية لا تقول الشخص أنك حق لك أن تأكل بالضبط لا يوجد المجموعة ولا انفراد طب ما ممكن يقول لك الناس يعني يقولوا طب أنا مش يلعب في المفسرين هنا العيب في الآية نفسها بس أنا مش شايفة أن في الآية مشكلة نعم ليس عليكم جناح أشتاتا أشتاتا يعني إيه طيب طب أشتاتا هم متفرقين متفرقين نعم يعني تأكلوا متفرقين حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا ويأكلوا ما فاش حاجة ليه المفسر نفسه حط من أخيره في الموضوع وقال لك لوحده نعم صح؟ أنا كلامي صح؟ أنا بدفع عن القرآن في اللحظة أنا أعتقد إذا نحاول أن نقدر تفسير لما قلنا أني غراب أنت في بداية الحلقة قلت أني أحيانا يعجز المفسر بالضبط فيستنبط ولكن في بعض الحالات نلاحظ أني غرابة التفسير لا أسباب يعني لما أنا أقرأ هذا الكلام وأقرأ أن الله يقول كله جميعا جميعا واشتاتا وأنه نزلت في بني ليث بن بكر ومحي من بني كنانا لحظ القصة وكان رجل منهم لا يأكل وحده ويمكث أيام جائعا حتى يجد من يأكل أسق ثقة مطلقة أني كاتب هذا الرأي أو هذا التفسير الذي دخل في تفسيرنا إلى اليوم ونصدقه أسق هذه ثقة مطلقة أنه شخص من بني ليث بن بكر لماذا؟ لأنه يريد أن يظهر بني ليث بن بكر أصحاب رجالهم من الكرم حتى أنهم كانوا مستعدين أن يبقوا أياما لا يأكلون ويجعون ويطعرضون لخطر الموت ويجعون حتى يجد من يأكل يعني هذه الآية ده سبب نزول لا هذا ليس سبب نزول حقيقي بقد ما بيقول نزلت في بني ليث بن بكر فإذن ولكن هل ممكن أن نصدق هذا الكلام ولكن الذي وضع سبب بهذا النزول وهذا التفسير هو شخص لابد أنه ينتمي إلى بني ليث يريد أن يجعل بني ليث أنهم أصحاب كرم كرم شديد لدرجة أن القرآن نزل فيهم وأنهم لم يكنوا يأكلوا هذا التفسير وهذا الرأي بغرابته وبين قوسين سزاجته نابع من تعصب واضح بلا شك شخص الذي قام باختلاق هذا التفسير الذي سمناه غريب أو مدهش أو طريف هذا التفسير اللامنطقي ولكن يظهر أن صاحبه الذي يختلقه ينتمي إلى هذه القبيلة يريد حتى على حساب القرآن حتى على حساب القرآن يريد أن يظهر بني ليث بن بكر من الكرم بأنهم ينتظروا أياما رجالهم حتى يجدوا من يأكل يعني يا سبحان الله هل شخص من بني بكر بن ليث عندما يريد أن يأكل يعجز وجاره ينتظر أيضا شخص أنا أنا في بيتي أو في خيمتي أنتظر الشخص حتى يأكل ماء حتى لأم مجان وأنت في مكان آخر أنت من بني ليس فأليس صعبا أن نلاقي بعضنا بعضا بالضبط يلا تعالوا على الطبلية سونا نأكل حتى التفسير في سزاجة لأنه سهل أنا أنتظر وأنت تنتظرين أن نأتي لبعضنا ونأكل سوئية ولكن هذا التفسير هدفه أعطاء صورة مضخمة بالضبط بني لي طيب في نموذج تاني من غرائب التفسير نعم في عنا نموذج يقول في سورة ياسين الآيوة 41 وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الله يتحدث أنه نحن آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اللي هو زريت نوح نعم نعم منه هذا الكلام وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يقول تعالى ودللت لهم أيضا على كذا كذا هون نقطة وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي ماذا أي أي آباءهم الزرية بقت الأباء فملاحظة التفسير أن يتقلب أحيانا وآية لهم يعني يريد أن يقول أن الله يخاطب لحاضري فقال لهم وآية لكم أيها الناس المستمعون أن حملنا أباءكم في الفلك المشحون رغم أن يتكلم في الخطاب في الآية يتحدث أن حملنا ذريتهم نعم فجعل الزرية جعل الزرية زي اللي قلناها الأولى نية كله وراء أمام نعم زريتهم أباء نعم فكمان هذا نقول أنه هذه مضطرائف التي يوجد في عقل المفسري نحن لا نقول أنه هذه تشكري في القرآن نفسه ولكن بالعقل الذي يقف أحيانا تفسيرا للقرآن لأنهم محتسين يا مالك فعلا صدقني المفسر لما يلاقي نفسه محتس يضرب أي كلام عشان يخلص يعني يملأ الورقة يملأ الورقة موأسهم الكلام القادم طيب اتفضل سبت الإنسان طيب نقرأ في صورة الإنسان عن صورة الإنسان آية 29 تقول نركزك على التفسير الطريف للآية في صورة الإنسان الآية 28 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم شددنا أسرهم لا مش شددنا وشددنا عفوا وشددنا وشددنا أسرهم نعم وشددنا أسرهم نحن نركزك ماذا شددنا أسرهم طبعا يمكن البعض بيقبل من ضمن التفسير في تفسير منطقية تقول بعض التفسير أني شددنا أسرهم أي شددنا خلقهم ونعطي ويقال أني طبعا أني لما بتشدي الفرس اللي جام أني شدد نسر ولكن خلينا نشوف التفسير اللي ينقل عن مجاهد في تفسير مجاهد هو من التفسير القديمة جدا وقال مجاهد في تفسير الأسر وشددنا أسرهم هو الشرج أي خرج الغاءة والبوت لقبض الموضع تخيل لي يا أخت فرحة أني الله يقول في القرآن يعني يفتخر بخلق الناس هالصورة البلاغية ونحن خلقناهم وقوينا شرجهم إذا خرج الغاءة والبوت فهذا كلام يعني يسخف أحيانا النص القرآني بالزبط ولكن المفسرون أحيانا عندهم تفسير سازجي بدون أن يدروا هم يعني يستخفون مش عارفة أقولك نعم يا قملك يمكن كان يفصر يفصر وهو مزنو نعم فأكيد التفسير قائمة على السازجي يعني لأنه عندما يقول يفسر ونحن الشرجه التاني طب حط لي الآية تانية كده كده تخيل أي نعم تخيلها شوي نعم 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 وشددنا أسرهم نعم لا هي مجيشة لـ وشددنا أسرهم مجيشة لـ وشددنا أسرهم لا ممكن يكون شددنا أسرهم بالذات بس أنا بقولك يعني هو تعريباً الشخص اللي كان بيفصر كان مزنو كمل يعني في الحقيقة لا فنروح على تفسير صورة البلد هي الشهيرة رح نقرأ تقول لقد خلقنا الإنسان في كابدن صورة البلد الآية الشهيرة النص الشهير أيحسب أن لن نقدر عليه أحدون إلى آخرين فيتحدث بعدين ألا نجعله الحديث حول الإنسان ألا نجعله عينيني ولساناً وشفتيني وهديناه النجدين إشكالية في تناقض أقوال المفسرين النجدين إيه بأ يعني أنا قبل ما نعرض الرأي الموجود طبعاً بعض يقول أني النجدين طريقين النجد هو الطريق الخير والشهر أو ما شهر وأنا تبنى هذا التفسير عموماً وأعتقد أن النص يقصد ذلك ولكن آخرين قالوا لا أن النجدين هما يقصد بها أثديين يعني ابن كثير يورد يقصد بها أثديين الثديين يعني ابن كثير وآخرين وكثير من المفسرين يقولون بأن لدينا المعنى الأول محتمل أي طريقين خير والشر والمعنى الثاني هو أثديين ولكن خلينا نشوف أني حتى هذا الكلام لا منطقي لأنه الواضح أني الكلام يتحدث عن الطرق الخير والشر ولكن السياق الأي يمكن التبس عن القارئ المسلم لما ذكر العينين واللسان ففهم النجدين كثيرين نسمع كيف أني يعتقدوا أن الكلام يتعلق بالثيرين المفسرون أو حديثون بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم وهديناه النجدين وهديناه النجدين العلماء فيها قولان شهيران قول من قال إن المراد به طريق الخير وطريق الشر واهتج بقول الله جل وعلا في سورة الإنسان إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور ونحن نذهب إلى أن المراد بالنجدين هنا الثديين ويقال لهما نجدان لارتفاعهما وصياق الآية يساعد عليه لا يقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالدين ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبت يحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أن أكتمالا نبدأ يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أن يتكلم في المولود وهديناه النجدي فالمقصود من ذلك منة الله جل وعلا عليه بالحواس ثم بعد ذلك قال فلقتحم العقبة لكن لا يوجد ما يمنع القول الأول وإن قلت خذت بالقولين جاز لكن المسألة فيها قولان شهيرا وقال السائح فقه الله قال قرأت في كتب التفسير وقرأ في بعضها لو قرأ في أكثرها ولا أقول في كتبها كلها لأنه محال أن يجد هذا القول موجود وهذا القول موجود بكل قال العلماء ولكل دليله لكننا لو تأمننا سياق الآيات صحيح أقرب إلى أن تكون ثديي أمه لأن الإنسان في وقتها هذا مشاهد يعني سبحان من علمه آنذاك كيف يهتدي إلى ثدي والديه ثدي والدته سبق لسان إلى ثدي والدته ولذلك لما قال ذكر الله رضاعت موسى قال وحرمنا عليه المراطع أي خالفنا فيه السنن فالأصل أنه يهدى إلى ثدي المرتاح فهذا طبعا هذا طبعا مثل ما لحظتي توجه موجود على طول مدام فيه عينين وبق لسان نعم ولسان يبقى على طول على الساد نعم وأعتبر أنه أي أجاز أن الطفل يميز أو يهتدي إلى ثدي الوالدي ربنا كل حتة في الإنسان دي أجاز ولكن هذا التفسير أيضا التفسير يكتسب نقول بكل بساطة أنا أصنفه بتفسيرا سازجا أن الصياق القرآنية يتحدث عن شيء آخر هو الطريق حتى الرؤية ومجال الليسان يمكن يعبر عن الحواس الرؤية ممكن أن تفهم من الحواس ولكن العقلية الحسية الموجودة عن بعض المفسرين ركزت على الجانب الجسدي في التفسير يعني القراءة الحسية أحيانا النص القرآني هذه القراءة تسيق للقراءة نفسه أكثر مما تدافع عن القراءة نفسه أيها طيب في بقى حاجة بالحقيقة كان ممكن نشوف فيديو الثاني عن موضوع الثادين طريق ولكن رح نشوف فيديو أخير وهو رح كونه حوالي دقيقتين ولكن جدير أن نشوفه كمثال على طراءة في التفسير هل مرة عنا تفسير الصمد معنى كلمة الصمد جدير أن نشوفه كفيديو أخير دعم تفضل مدته دقيقتين وثلت لماذا الصمدية الشريفة تعادل سلس القرآن سلس القرآن بمعناها وحكمتها هناك آية مزهلة في الصمدية الشريفة تقول الله الصمد آية مستقلة متكاملة بكلمتين الله الصمد هذه ليست صفاء إلى الله هذه خواص الله حينما جاء اليهود إلى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا انسب لنا ربك لم يقولوا صف لنا ربك أي سميع البصير العليم قالوا انسب نريد خواص الإله المباشرة فنزلت الصمدية الشريفة قل أي قل لهم قل هو الله أحد وليس واحد الأحد كله يرى وكله يسمع وكله متجانس جاءت الله الصمد ماذا يعني الله الصمد كل الكون على الإطلاق إذا حللنا المواد وكل المواد سنصل إلى خيوط وبينها فراغات خيوط الطاقة الله سبحانه وتعالى بكلمة الصمد وهنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعطى تفسيراً مزهلاً وعلمياً مزهل بهذا الكلام سأله الصحابة الكرام ما معنى الله الصمد فقال الذي لا جوف له كلام في منتهى الإعجاز العلمي نسمي الحجر الصمادي هو الحجر الأملس الذي ليس فيه فراغات هذا نسميه الحجر الصمادي فأصبح المعنى أنه الله الصمد أي أن الله سبحانه وتعالى بنوره الكريم نور على نور على نور على نور بكسافة مئة في المئة الله بنوره الكريم يملأ كل الكون وكل فراغ بين خيطي طاقة لم يترك أي مجال حتى بين خيطي طاقة إلا ملأه بنوره الكريم من الناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية ولم يترك أي فراغ بين خيطين طاقة حشاء إلى إله آخر ليدخل ويتصرف قال خلص الله الصمد مسيطر حتى بين خيوط الطاقة من هنا جاءت الكلمة صورة النور نور على نور ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم حديثه المزهل عن الله سبحانه وتعالى الذي لا جوف له أي لم يترك أي فراغ في الكون حتى بين خيطي طاقة إلا ملأه بنوره الكريم فنور على نور ومن هنا نجد علميا ماذا يعني الله الصمد تعليق أخت فرحة على الفيديو هو لن أقدم تعليقه لكن سوف أقدم سؤالا أي أحد من المشاهدين فهم الشيء من هذا الفيديو أنا شاهدته مرات أي أحد سأكون له مشكورا إن أرسل لك أو لي أو على صفحات الفيسبوك معنى الذي سمعناه فقط شرحا لما سمعناه صمد ما فيش حتة فيه وخيوط طاقة ونور على نور وشيخ الشعرف نعم فنتمنى أن يحير مشاهديني بعثنا رسالة في نهاية الحلقة على البرنامج حتى يساعدنا أن نفهم الكلام يبقى كذا اسمه كيلاني نعم ما قالش حاجة الأحد يعني الواحد الجامع يا راجل يا راجل لو لن الحلقة خلصت صدقني حنعمل لك حلقة على العموم حنعمل لك حلقة أنا بشكرك جدا أخي مالك آخر جزئية آخر جزئية بقى بالزمة أسرهم وشددنا أسرهم تبقى الشرق أباءهم تبقى زرياتهم تبقى أباءهم طيب وراءهم تبقى قدامهم تقيا مش عارفين تقيا كمان معناها إيه طيب آخر نقطة بقى هي صفراء ولا سوداء ولا صفراء يعني سوداء شديدة السواد نشوفكم في الحلقة القادمة من القرآن دراسة وتحليل ترجمة نانسي قنقر